أزمة سياسية جديدة بين الرئاسة الثلاث بعد محاولات لرئاسة الجمهورية والبرلمان لحل الأزمة بين بغداد وأربيل والتي يبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود في ظل رفض الأقليم التنازل للحكومة الاتحادية تفاصيل أوفاء عن تطورات الأزمة السياسية في البلاد نتابعها في هذا التقرير تمخضت أزمة أقليم كردستان فولدت أزمة جديدة بين السلطات الثلاثة بعد رفض رئاسة الوزراء نتائج أي اتفاقات بين الأقليم ورئاستي الجمهورية أو النواب بعد زيارات سبقتها مبادرات طرحتها جهتان بغداد التي تحزمت بتأييد دولي وإقليمي ترفض نتائج استفتاء أقليم كردستان وتضع إلغاء نتائجه شرطا للجلوس على طاولة الحوار مع أربيل التي هي الأخرى ترفض شرط المركز وتصف شروط الحكومة بالتعجيزية مؤكدة أن الحوار يجب أن لا يمس رأي شعب كردستان إذا لم تحترم الحكومة العراقية آراءها هؤلاء والنتائج التي تنبخذ عن اجتماعاتي مع رئيس الأقليم ففي رأيي أن الحكومة العراقية لن تحترم أي مبادرة في المستقبل عدم احترام بغداد لمبادرات رئاستي الجمهورية والنواب ورفضها المباشر لما ينتج عنها من اتفاقات يضع الرئاسات الثلاث أمام أزمة سياسية حقيقية فنائبا معصوم علاوي والنجيفي الذين يمثلان كتلتين كبيرتين في مجلس النواب لم تكن مبادرتهما بمعزل عن تمثيلهما السياسي كما أن سليم الجبوري بدخوله على خط المبادرة لحل الأزمة يضع الحكومة والبرلمان في مواجهة مباشرة هي قد تبدو مبادرات لتقريب وجهات النظر لكن بتصور إذا لم تستند على الدستور فهي مصيرها أولا الفشل لأن الموقف لا زال ثابتا هنا في بغداد وبالتالي قليم كردستان ليس أمامه إلا أن يقوم بالغاء الاستبتاءة ومن ثم الإدعان إلى السلطة الاتحادية كصلاحيات ومع وصول الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى طريق مزدود تبدو كل الأطراف متمسكة بقراراتها وسط عدم تقبل لمبادرات التهديئة والحل في ظل تشديد بغداد والدول الإقليمية الإجراءات العقابية على أربيل على خلفية إجراء استفتاء الانفصال في وقت تزاد فيه التحذيرات من تدهور الوضع الاقتصادي في مدن الإقليم لسيما بعد غلق الحدود والمطارات وتهديدات مستمرة بوقف تصدير النفط من الإقليم